مساء الخير للإخوان والأخوات المحترمون ومحترمات غير واحد الموضوع بسيط بسيط ولكن المهم هي مؤاذرة لفئة ديال العرديون الإنعاشيون بالجماعة الحضرية بمدينة فاس لكي تتأكدوا أن هذه الحكومة كتناج واحد سياسة ديال الجوية سياسة ديال السميت وديال الإنعاش هذا الصباح العمال العرديون تصلوا بالمستحقات ديالهم تبلغ ألف وستمائة درم ألف وستمائة درم هي مبلغ هازيل وطلب منهم أنهم يغادروا ما يجيبش يغادروا البوست ديالهم في المصالح اللي كيشتغلوا فيها إلى شهر يناير ٢٠٤ السؤال المتروح بما أن هاد الإنعاشيون هاد العرديون فيهم واحد الفئة اللي عندها المسطر وكي اللي عندهم الإجازة ويشتغلونها في مصالح اللي يمكن تواجد بجماعة فاس كيشتغلوا بمصالح اللي مهمة في تصميم في تقافة إذن كي يسديوا واحد الخدمة في الوقت اللي كان واحد المونك كبير ديال الموضافي الجماعي لأن اللي يخرج تقعود ما كيتعود وزارة الداخلية ما كتعودش ما كينش ديب بوست اللي خرج صافي كنعودوه بواحد الإنعاشي دونك ده بس سؤال المتروح بما أن هاد الناس كيسديوا واحد الخدمة مهمة وخدمة كبيرة علاش كتستغنوا عليهم شهر واحد وجوج كتقولوا لهم ما كينش الفلوس كتبغيوا تقولوا لهم أننا نرى أن يخدم لكم واحد تناش وواحد إذا رغل نعترفوا بكم كيفاش واحد كي يخدم عراضي إنعاش في مجلس الجماعي في واحد المصلحة بألف وستمائة درام وتجي وتقلس وشهر تناش وشهر واحد واللي ما بغاش يقلس وبغاي يخدم ما يتخلش هذه سياسة الجويع والتفقير كتنهجات الحكومة وهذه القوانين البئيسة منذ عهد الاستعمار تولي وكتطيح بالكرامة ديال المواطنين كيف ايوه أقل أنه وؤلاء أقل اللي بتفاد أنا ما كنتكلمش على العراضيين والإنعاشي اللي يتابعي للسياسي اللي كيتخلصوا وما كيخدموش أنا كمشي موضوعي وما عنديش علاقة بيهم ماشي شغولي فيهم كانتكلم على العمال العراضيون دابة اللي كيشتغلوا في الجماعات والمقاطعات ديالفاس وهو ما كيخدموه إما في الحالة مدنية إما في الصميم إما في الثقافة مصالح اللي مهمة إذا سوف تتوقف المصالح للمواطنين كمارها وقفة في مدينة فاس المجلس الجماعي اللي ما يقدرش يجيري ما يقدرش يجيري هذا الموضوع هذا ديال العراضيين ويحل هذا الإشكال وما يطلبش منهم أنهم يغادروا هذا المجلس غتشوف ماهر الربح غتشوف ماهر تقدوم غتشوف ماهر شيء مهم هذا المجلس ضعيف فأنا اليوم داخل الجماع القضية واحد تشغال صبتهم مساكن خارجين مالكم خلصونا في شهر 11 أعطونا 1600 درهم ديالنا وقالونا ما تجيوش يقول المصالح اللي كتشتغلوا فيها غتشتغل إذا المصالح ديال المواطنين اللي ما كتتهمكمش ونجليش الجماعي ما جيراش هاد العمر هادا كيفاش الفلوس ما كتتكونش ده هاد إن عاشين شهر 12 وشهر واحد علاش 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 هادية هادو المغرب وهادية الحكومة هادو اللي غنضموكس العالم هنضموكس العالم وحنا عدنا الناس كتشتغل بـ 1600 درهم في مصالح ونقفوها ونقفو الناس ونقفو الحركة ونقفو السكون ونقفو كل شي هادا عبت هادا مجلس ضعيف لا يستحقوا أن يبقى في هاد المجلس هادا هادا مجلس اللي هو بليد هادا مجلس اللي ما قادش دافعت ساعة للعراضيين انهم وانتو ما مخدمين الناس عراضيين إنعاشيين كي اللي خدم هذي 15 العام وفل جامعة وقسمو بالله لكي اللي عشرين سنة وراضي بالقصمة هذي 1600 درهم راضي بالإنعاش بحشي معاكم في الإنعاش وتجي وتقول له شهر واحد وثناش سير بحالك هو كي سدي واحد الخدمة كبيرة كي سدي واحد الخدمة كي يشتغل ماشي هو عراضي إنعاشي ولا تابع شي سياسي ولا الحاصيل هذي حكومة جوية هذي حكومة البلادة هذي حكومة موضوع اللي اقتر فيها واحد كي يشتغل 1600 درهم بقول له سير بحالاتك ما تخدمش وثناش واحد متاكلش شهر واحد متخلش الكرار شهر واحد وشهر طناش سير موت سير لوح راسك سير شهر واحد عادة جي شهر طناش و شهر طناش واحد ما كانش الخلاش تر شهر جوز أفوال مش نصح المعلومة ما كانش الخدمات تر شهر جوز اجي طناش هرجوش تجيل ميزانية الانعاشيين وهاد العرضين هذا يسمى العبتة هذا يسمى الجوع الشعب و الجوع الشرفة هذو المشكلة إشكالة وان اذا ادخلت الجامعة ستصبح الناس والله العظيم الى بالمسطر والله العظيم الى بالإيجازة والله العظيم الى مستوى هم اللي هذي للمجيس الجماعي في الوطاق وفي حالة مدانية وفي تحين وفي كل شي واشهد المجيش الجماعي اللي ميحلش هاد إشكال غدي حنال إشكال وتبقى فاس قرية فاس مهمشة من جميع الأصعيدة وجميع الميادين ويبقى المواطني وآني وحسبونا الله ونعملوها كده تشيلي كيد